قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا سيخرجونكم من المجامعة بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله و سيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الأب ولا عرفوني لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم و لم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم وأما الآن فأنا ماضي إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تنضي لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أطلق لأنه إن لم أطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذلك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينون وعلى دينون فلأن رئيس هذا العالم قد دين إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما ما تجاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه ولكن دي كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور أتي ويخبركم كل مال الإب هو لي لذا قلت أنه يأخذ مما لي ويخبركم بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني لأنني ذاهب إلى الأب فقال قوم من تلميزه بعضهم لبعض ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني ولأنني ذاهب إلى الأب فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقوله عنه لن نعلم ما زي تكلم فعل ما يسوى أنهم كانوا يريدون أن يسألوه فقال لهم ويسألوه عن هذا تتسألون فيما بينكم لأنني قلت بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني في حالة تتسألوه عن هذا تتسألوه عنه أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح المرأة وهي تالت تحزن لأن ساعتها قجاءت ولكن متولدت الطفل لا تعود تسكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم فأنتم كذلك عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزى أحد فرحكم منكم وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبت من الآب بإسمي يعطيكم إلى الآن لم تطلبوا شيئا بإسمي أطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا قد كلمتكم بهذا بأمثال ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية في ذلك اليوم تطلبون بإسمي ولست أقول لكم أني أنا أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم أني من عند الله خاركت أنا أسأل الآب والأمثال وأنا أأتي إلى الآب وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب قال له تلميزه وهذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد لهذا نؤمن أنك من الله خاركت أجابهم يسوع الآن تؤمنون هو إذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتترقونني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب معي قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم ترجمة نانسي قنقر جلسة